موسيقى الأمثال الشعبية هي خلاصة خبرات أهلينة دونوها في جمل عاشد منها جمل جميلة بتبين إزاي كانوا بيحترموا القيم ومنها أمثال كانت قسية كانت بمثابة رصد لسلوكيات سلبية تكررت في عصور مختلفة وأنا بقرأ كتاب الأمثال العامية لأحمد طايمور باشا وجع قلبي مثل بيقول الفقير لا بيتهادة ولا بيتدادة ولا تؤمله في الشرعش هادة هشرح لك المثل المثل ده بيرصد الطبقية المريضة المتأصلة في نفوس بعضنا اللي على أساس الفلوس يحترمك ويعملك برحمة ويسمح لك تمارس حقوقك على حسب نوع جزمتك ومركد شنطتك أو الأكسنت بتاعت اللغة بتاعتك وأنا عايز كل واحد فينا يواجه نفسه عشان ينقيها من أي ذرات لهذا المرض الممتلئ ذمه في القرآن والسنة شخص الفقير هو الشخص الذي لا يمتلك الاحتياجات الأساسية من الغذاء أو الكساء أو الدواء باين في لبسه وهو كده لابس لبس صيفي في برد الشتر مش قادر يجيب لبس تقيل باين في عجزه عن شراء العلاق حتى للأمراض البسيطة ساعتها لا يتهادى المثل بقى بيقول كده يعني محدش يهتم يديله هدية لأنه مش هيعرف يرد الهدية بدلا أنا مش هحتاج منه حاجة بكرة عشان إيه أقدم السبت ويديله هدية عشان ألاقي الحد ولا يتدادة يتدادة يعني يتجبر خطره تدادة حد يعني تجبر خطره ولا يتدادة لأن خطره مش غالي لأنه مش فرقة معايا شوف بيدحك ولا بيعيط ما يخصنيش طبقية كبر زائف من شاء وهم إن أي حد فينا بيملك أي شيء كلنا فقراء إلى عطاء الله ولو أي حد فينا مقتدر وغني ابقى بدل كلمة غني دي بوصف مستور يعني اسم مفعول هو اللي سترك سبحانه وتعالى وما بيكم من نعمة فمن الله الطبقية دي اللي بتقول الفقير لا يتهادى ولا يتدادة ولا تأمله في الشرع شهادة هذه الطبقية حرمت مشركي قريش من الهداية على إيد النبي الوليد بن المغيرة كان بيقول لو كان هذا القرآن أنزل علي أو على عروة ابن مسعود أما وجد الله غير محمد فنزل القرآن طبعا الوليد بن المغيرة ده من سادات مكة وعروة ابن مسعود من سادات ثقيف مش كان القرآن ينزل على الأغنياء فنزل القرآن وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون مش معنى لربنا سخر لك اللي أقل منك يخدمك معناها أن أنت تعتبر ملوش قيمة في الدنيا مش بس كده ده عطبة بن ربيع وأشراف مكة جمل عم النبي أبو طالب قال له يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنا موالينا يعني خدم يعني وحلفاءنا فإنهم عبيدنا كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنا لاتباعنا إياه وتصديقنا له لو طرد الغلاب هنسدأه فينزل القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين اتحرموا من الهداية عشان مش عايزين يعودوا مع النبي أصل الغلاب قاعدين مع النبي الطبقية دي ممكن تكسر بيها قلب إنسان فقير حواليك يطلع من الأولية وتتحرم من دعاءه المستجاب لما تنده عليه بطرف إصباعك ولا تعنفه باستعلاء استعلاء ما تتجرأش تعمله مع اللي أغنى منه أو حتى ما تدلوش فرصة أنه يتكلم لفتراضك إنه جاهل أو مش متعلم رغم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لقى برة ممكن واحد أشعث أغبر ولبسه مقطع لما الناس بتفتح الأبواب تشوفه تطرده الشخص ده ممكن يقسم على الله يحلف على ربنا وربنا يبر قسمه من عظيم شأنه عنه الناس الطيبة بتهادي الفقير لأنه عارف إن الهدية دي اللي هيردها له هو الله رب الغني والفقير الناس الطيبة دي بتدادي الفقير بتجبر بخاطره لأن الله يجبر الخاطر الله ينجيه من جميع المخاطر أقولك تعمل إيه مع حد في محيطك يكون بسيط الحال؟ ملك الفقير حاجة هو يعجز عن تملكها لبس غالي ولا أكل طعمها حلو عمره ما يحلم أنه يدقها أو دواء أحسن من الدواء البداية اللي عنده ملكه عشان يشعر أن في حد حاسس به أجبر خاطر الفقير باللي هو مش متعود عليه سمعه كلمة حضرتك اشكره إيدك في إيديه وعينك في عينيه كأنه إنسان عظيم وهو عظيم في قلبك إن شاء الله بكده ربنا يجبر بخاطرك لأنك جبرت بخاطر إنسان ناس كتير نسياف وسط المجتمع فاللهم يا رب انزع الكبرى من صدورنا واجعلنا خدماً لعبادك وحناناً على أوليائك ونجنا من المخاطر يا جابراً لكل خاطر ترجمة نانسي قنقر